اشتركوا في القناة 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 المقلة بأسفل نقوم بشكل جيد مجددا يتصبح مباشرة تحتاج للفضل نحن اللون جزيين و يتم تحرك حتى نأخذ نأخذ نفس المقلة و لا يمكننا طوال الوان كنت تكون فيها كبير اذي نتوقع فيها الخضيرة انا اضع المعنى اذا اضع المعنى اضع المعنى نتوقع الفضير نتوقع الشماء اضع المعنى وضعية دقيقة تشحر 1 دقائق 1 دقائق سوف تنزل وضعية دقيقة بعد العمل نضغر نضع ملحة ثم غبر ثم نضع ملحة مقادير و نضع غمر كنخلي وهم يتحروا واحد عشرة دقايق وصافي كنخلي وهم يتحروا لا نار شوية هادية متكونش مجاهدة بزاف وصافي المهم انا اللي بغيت نقول لكم انا الطبخ عندي هواية وكي عجبني طبخ وهات الوصفة من الوصفات اللي انا اخترعتها يعني تعجبني انا عندي وصفة ديالي خاصة بيه ان شاء الله ايلا بغيتون بارتاجيها معاكم اللي مهتم يقول لي ايلا بغيتون بقى نبارتاجي معاكم الوصفات الديالي مرحبا والف مرحبا خليوا هالي في كومنتيخ وانا تحت الطلب ديالكم كما كتشوفون خضرها هي دي نزلت نزلت وطابت من بعد ما نزلت وطابت كندفعليها لكخين فخيش ديالي 20 ميليلي لتر اللي ما عندوش لكخين فخيش يقدر يعودها ب بلاسوس بشامل بلاسوس بشامل تقدروا تشربها واجدة تقدروا تحضروها فضرها سهلة هاد الوصفات هاد الوصفات جيزوي نحته بلاسوس بشامل انا كنفضل لكخين فخيش كما كتشوفون كنخلي وهات نساجم هادكل العناصر ومن بعد كنضيف لها هادك التاقلياتيل كيف ما قلت لكم اللي انا ديجة سلقاها وكنت حطها اكوتي وكنخلطها مزيان كنخليها على النار واحد ثلاث دقيقة كاكا لما تشرب داك الاسوس باش تخلط مزيان مع داك الاسوس ومع داك الخضيرة كنخلطها مزيان طحلي ماشي مشكل ماشي مشكل احنا عادي ما بيناتنش انا ما كان بغيش نكون طابعية ما كان بغيش جينبا جوي لانترسكسيان داك الشي يزعم كل شي مقدود تحاجة ما مصخة تحاجة ما اطح وهذا احنا بشاركة تحناكت هاده ماشي مشكل نخلطها مزيان كيف ما قلت لكم وهادي نخليوها تشربو حد شوية وهدي نخليكم ونرجعلكم باش نوريكم الطبق التقديم النهائي وكان هاده هو الطبق النهائي ديال التقديم حتي تصدق تقليات دل وحتى تفق من هادك الخوضر وستفت هادو كلي كروفيت من الفق ودفل تومات سوريس وصافي هادشي اللي كعين نتمنى يعجبكم هاد الفيديو الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله وبسلامة مزيلكم اشتركوا في القناة